بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم طلابي وطالباتي معكم المعلمة مجاد الشهري من معاهد وبرامج التربية الفكرية للمرحلة الدراسية التأهيلية الصف الدراسي ثالث تأهيلي الفصل الدراسي الثالث المادة المهارات المهنية عنوان درسنا لهذا اليوم مهنة مسجل بيانات ملاحظة مهمة طلابي وطالباتي دروس المهارات المهنية من أهم ما يقدم فيه البرامج المهنية تساعدكم بالعمل بعد المرحلة التأهيلية بإذن الله بالعمل نصنع الحياة المجال المستهدف المهني المجال المساند المهارات الاجتماعية الهدف العام التدريب على مهنة مسجل البيانات الأهداف الخاصة أن يذكر الطالب والطالبة مهارات موظف تسجيل البيانات أن يذكر الطالب والطالبة مهام مسجل البيانات أن يطبق الطالب والطالبة عملية مهنة تسجيل البيانات قوانين درسنا لهذا اليوم طلابي وطالباتي أجهز كتابي وقلمي أستمع لشرح المعلمة أجلس جلسة صحيحة وأنظر إلى الشاشة إذن قوانين درسنا لهذا اليوم طلابي وطالباتي أجهز كتابي وقلمي أستمع لشرح المعلمة أجلس جلسة صحيحة وأنظر إلى الشاشة طيب طلابي لدينا هنا هذا الستار نرى ماذا يوجد لدينا خلف هذا الستار لدينا قصة الطالب القصة اللي هم من لدينا هنا المدير خالد ولدينا هنا اللي هو الموظف أحمد نرى الآن ماذا حدث في قصتنا في صباح يوم عمل جميل قرر المدير خالد عقد اجتماع مع فريق العمل في الشركة إذن في صباح يوم عمل جميل قرر المدير خالد عقد ماذا؟ عقد اجتماع مع فريق العمل في الشركة توجه خالد إلى غرفة الاجتماعات ونرى هنا خالد وهو يتوجه إلى غرفة الاجتماعات حقد خالد الاجتماع ووضح بعض المهام الجديدة توجه خالد بعد الاجتماع إلى الموظف أحمد إذن نرى هنا من؟ نرى اللي هو الموظف أحمد طلب منه تسجيل البيانات والمهام الجديدة التي ذكرها في الاجتماع توجه أحمد إلى أين؟ إلى مكتبه وقام بتسجيل ما طلب منه المدير خالد على جهاز الحاسب الآلي إذن نرى هنا توجه أحمد إلى أين؟ إلى مكتبه وقام بتسجيل ما طلب منه لهو المدير خالد على جهاز ماذا؟ على جهاز الحاسب الآلي قام أحمد بطباعة البيانات وسلمها المين أحسنتم سلمها للمدير خالد وأثنى عليه المدير على سرعة إنجازه للعمل إذن نرى هنا أحمد سريع في إنجاز عمله اللي هو تسجيل ماذا تسجيل البيانات اللي طلبها منه من اللي هو المدير خالد طيب طلابي نرى هنا ماذا لدينا خلف هذا الستار لدينا اللي هو سؤال يقول من هو موظف تسجيل البيانات في قصتنا مين اللي سجل البيانات على جهاز الحاسب الآلي وقام بطباعتها هل هو المدير خالد أو الموظف أحمد أحسنتم قصتنا اللي هو موظف تسجيل البيانات اللي هو أحمد قام بتسجيل البيانات اللي طلبها منه من اللي هو المدير خالد إذن طلابي ماذا يقول لنا أحمد يقول أنا موظف أقوم بتسجيل البيانات على جهاز الحاسب الآلي وأقوم بطباعتها حسب الحاجة إذن ماذا يقول لنا أنا موظف أقوم بتسجيل ماذا تسجيل البيانات على جهاز الحاسب الآلي وأقوم بطباعتها حسب الحاجة طيب طلابي ننظر هنا الآن مع المعلمة ماذا نرى ها ماذا نرى هنا اللي هو ماذا أحسنتم جهاز الحاسب الآلي إذن أحمد يقوم اللي هو بكتابة اللي هي ماذا البيانات اللي هو على جهاز الكيبورد في الحاسب الآلي سواء كان محمول مثل هذا أو كان ماذا أو كان مكتبي إذن موظف أو مسجل البيانات يقوم بتسجيل البيانات على ماذا اللي هو جهاز الحاسب الآلي جهاز ماذا الحاسب الآلي يكتبها على ماذا اللي هو لدينا هنا اللي هو الكيبورد طيب طلابي لدينا هنا فكر واستكشف فكر وماذا؟ فكر واستكشف يقول لنا أنا موظف أقوم بتسجيل البيانات على جهاز الحاسب الآلي وأقوم بطباعتها حسب الحاجة فمن أنا؟ من هو؟ ماذا يسمى؟ اللي هو من؟ مسجل البيانات مسجل ماذا؟ مسجل البيانات يقول لنا أنا موظف أقوم بتسجيل البيانات على جهاز ماذا؟ جهاز الحاسب الآلي وأقوم بطباعتها حسب الحاجة إذن طلابي لدينا الآن هذا التمرين مع المعلمة موظف يقوم بتسجيل البيانات على جهاز الحاسب الآلي ها من هو؟ اللي هو هل هو مسجل البيانات؟ اللي هو هل هو مسجل البيانات؟ أو هو اللي هو موظف الأمن والسلامة؟ ها ماذا يسمى؟ اللي هو من؟ أحسنتم مسجل البيانات البيانات مسجل ماذا؟ البيانات اللي هو يقوم بتسجيل البيانات على جهاز الحاسب الآلي طيب طلابي أيضاً لدينا هنا هذا التمرين ها ننظر للشاشة موظف يقوم بتسجيل البيانات على جهاز الحاسب الآلي ويقوم بطباعتها حسب الحاجة من هو؟ هل هو مسجل البيانات؟ أو لدينا هنا اللي هو منسقة الزهور؟ أو لدينا هنا اللي هو فنية التجميل التجميل ها ماذا تسمى؟ أو ماذا يسمى هذا الموظف؟ اللي هو من؟ أحسنتم مسجل البيانات مسجل ماذا؟ البيانات إذن لدينا هنا الإجابة الصحيحة اللي هو موظف يقوم بتسجيل ماذا؟ بتسجيل البيانات على جهاز ماذا؟ الحاسب الآلي سواء كان محمول أو مكتبي طيب طلابي أيضاً لدينا هنا هذا التمرين نظر للشاشة مع المعلمة موظف يقوم بتسجيل البيانات على جهاز الحاسب الآلي ويقوم بطباعتها حسب الحاجة ها من هو؟ هل هو مسجل البيانات؟ أو لدينا هنا بائع أزهار؟ أو لدينا هنا اللي هو موظف الدفاع المدني؟ ها أين هي الإجابة الصحيحة؟ أحسنتم اللي هو مسجل البيانات مسجل ماذا؟ البيانات موظف يقوم بتسجيل البيانات على ماذا؟ على جهاز الحاسب الآلي طيب طلابي الآن سنتعرف اللي هي على بعض ماذا؟ المهارات التي يجب أن تكون عند من؟ اللي هو مسجل البيانات أول مهارة لدينا ها مهارة ماذا؟ ننظر هنا مع المعلمة ماذا نرى هنا؟ مهارة اللي هي استخدام الحاسب الآلي إذن أول وضيء أول اللي هي مهارة لدينا مهارة ماذا؟ مهارة ماذا؟ استخدام الحاسب الآلي طيب ثاني مهارة لدينا طلابي وطالبات مهارة ماذا؟ نرى هنا اللي هي الآلة الحاسبة إذن ماذا يعني؟ أحسنتم أن يكون لدي مهارة اللي هي العمليات الحسابية العمليات ماذا؟ الحسابية طيب طلابي أيضا من مهارات مسجل البيانات يكون لديه ماذا؟ ماذا نرى هنا في الصورة ها؟ هذه الفتاة ماذا تفعل؟ تقرأ أحسنتم طيب هذا اليد ماذا تفعل؟ تكتب يعني ماذا مهارة ماذا؟ مهارة القراءة والكتابة إذن من مهارات اللي هو مسجل البيانات مهارة القراءة والكتابة واستخدام الحاسب الآلي أيضا العمليات الحسابية القراءة والكتاب اللي يستطيع أن يكتب على اللي هو الكيبورد لدينا أين هو الكيبورد؟ في جهازنا هنا هذا هو الكيبورد طيب طلابي أيضا من مهارات مسجل البيانات مهارة تحمل ضغوطات العمل مهارة ماذا؟ تحمل ضغوطات العمل إذا كان عند اللي هو موظف مسجل البيانات عمل كثير ماذا يفعل؟ يترك العمل أو يتحمل الضغوط ويحاول أن ينجز عمله بسرعة وأيضا بدقة إذا مهارة ماذا؟ تحمل ضغوطات العمل أيضا طلابي وطالباتي من مهارات مسجل البيانات مهارة ماذا؟ الإدارة والتنظيم ماذا تعني الإدارة والتنظيم؟ أن يكون ماذا؟ أن يدير عمله وأيضا اللي هو ينظم العمل يستطيع أن ماذا؟ أن ينجز العمل بشكل تريح وأيضا دقيق ولا يتعرض اللي هو لضغوطات العمل إذن طلابي ننظر هنا للشاشة ماذا سنضع هنا في الشاشة؟ سوف نضع اللي هي مهارات مسجل البيانات مع المعلم يلا نبدأ أول مهارة لدينا اللي هي مهارة الإدارة والتنظيم نأخذها ونضعها اللي هي على الشاشة لدينا هنا أيضا مهارة ماذا؟ تحمل ضغوطات العمل نأخذها ونضعها هنا أيضا على الشاشة أيضا مهارة ماذا؟ القراءة والكتابة نضعها أيضا هنا على الشاشة الحاسب الآلي أيضا أهم مهارة اللي هي مهارة استخدام الحاسب الآلي إذن لدينا هنا مهارات اللي هي الإدارة والتنظيم تحمل ضغوطات العمل أيضا القراءة والكتابة وأيضا مهارة الحاسب الآلي انتهت أنشطة درسنا لهذا اليوم طلابي وطالباتي توصياتنا علينا مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب والطالبات التركيز على رفع مستوى الدافعية أيضا المتابعة ونقل الخبرات والأثر التعليمي أثناء الحصة إلى البيئة من حولنا انتهى درسنا لهذا اليوم كنت أنا معكم معلمتكم أمجاد الشهري أراكم بإذن الله في الدرس القادم مع السلامة ترجمة نانسي قنقر